نزلت الحلقة الأولى من مسلسل دا بينجوين اللي نزل اليوم الجمعة اللي فاتت وكل جمعة بإذن الله حيبقى فيه حلقة جديدة والمسلسل مكون من 8 حلقات وآخر حلقة حتنزل اليوم 10 نوفمبر 2024 فتارى بعد أول حلقة هل ابتديت أتحمس المسلسل هل حكمله ولا إيه الكلام هل مسلسل على قد التوقعات ولا إيه الكلام كل دا هنتكلم عليه بعد ما نخش على الانترو على هاتول بس قبل ما ببتدي الحلقة اتمنى طبعا تضبطني للايكة كتيرة جدا 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 وشار وسبسكرايب للشانل لو لأول مرة وطبعا عايزكم تشاركو على الانستجرام فيجي وفيشبوك فيجي وتدوسوا على جرس السنبات عشان تجيلكم الحلقة أول بأول وطبعا كل الدعاء لإخواتنا في الوطن العربي والدعاء لإخواتنا في لبنان ربنا معاكو يا ربو ربنا معانا جميعا لكل إخواتنا في الوطن العربي وطبعا هسيبلوكو لإنكات تبرع لأهلنا وإخواتنا في غزة تحت الديسكريبشن ويلا بينا نخش في الحلقة أهلا مساء عليكو أنا أحمد كمال بتاع فلام مبدأين كده بتاع فلام يعني أول حاجة مسلسل ده بينجوين ده أنا من ضمن المسلسلات اللي أنا انفاجئت أنه هو نازل السنة دي بداية أنه أنا شفت التريلر من ثلاث شهور ما كنتش متخيل أن المسلسل حينزل السنة دي قالت أنه هو ممكن ينزل السنة اللي جاية أو حاجة زي كده ولكن اتفاجئت بنزوله السنة دي وكنت متحمس جدا لأن أنا عجبني ومن ضمن الناس اللي عجبهم جدا جدا فيلم ده باتمان اللي هو باتمان روبرت باتسن طبعا وكان فيها شخصية ده بينجوين وكات وومن وطبعا من إخراج مات ريفز طبعا مات ريفز صرح زي ما أنا قلت لكم في الحلقة اللي فاتت بتاعت الأخبار أن فيلم ده باتمان الجزء التاني اللي حينزل في عشرين ستة وعشرين أنتهى خلاص تماما من كتابته وحيبتده التصوير على بداية السنة الجديدة وأن الفيلم ده باتمان الجزء التاني حيبقى أحداثه في فصل الشتة ففكرة فصل الشتة دي أنا حاسس وأؤكد لك أنه حيبقى الفيلين بتاع فيلم ده باتمان الجزء التاني هو مستر فريز مستر فريز اللي قدمه قبل كده وطبعا إيه يعني إحنا كده هنخش في حوارات تانية كتير ولكن نتكلم على مسلسل ده بينجوين إيه يا بوحميد إيه رأيك بعد أول حلقة من المسلسل مبدئين كده أنا حقول لك رأيي بإجاز جدا على إيه رأيي في المسلسل أو الحلقة الأولى وهل أنا متحمس لأن أنا أشوف باقي الحلقات ولا إيه الكلام ومن بعدها ححرق طبعا لأن حتكلم على إيه في الحلقة الأولى غير أن أنا أتكلم بحرية حلقة ولكن طبعا حديك تنبيه وشوف تحت إيه التأسيمات أول حاجة أنا عايز أقول لكم أن أنا مبسوط جدا 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 بأول حلقة من المسلسل وخلتني أشتري المسلسل جدا 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 وخلتني أتحمس لباقي المسلسل وبالنسبة لي من مفاجآت المسلسلات اللي نزلت السنة دي أنا بحب نوعية المسلسلات دي يا جماعة مسلسل مبدئيا أكتر حاجة عجباني فيه إن هم مش حنلعب بكارت باتمان مش كل شوية حاجب لك بقى صورة باتمان كل شوية حاجب لك الإشارة بتاعت باتمان في السماء حاجب لك باتمان وهو راكب العربية بس مش حاجب لك وشه والكلام ده مفيش الكلام ده وجوهالك على بلاطة من الأول أن المخرج والمؤلف ومات ريفز كمان قال إن باتمان مش هيظهر في ولا حلقة أو أي مشهد من التمن حلقات فدي حاجة كويسة جدا إن إنت متعدش بقى تفضل لو هو مستني بقى باتمان هيطلع أو لا إنت بتتفرج على مدينة جاثم بقى وإيه اللي بيحصل بقى من تحت فدي أول تجربة لعالم باتمان نشوف فيها الحوار ده فدي حاجة عجباني جدا يعني إنت كل أفلام باتمان بتشوف باتمان وبتفضل قاعد مع شخصية باتمان وبروس وين وهيقضي إزاي على الأشهار وكده فخال إنت قاعد في المسلسل كله قاعد مع الشرير وباتمان في البادجراوند ده بقى بيخليك إنك إنت طول الوقت مثلا في الحلقة من المسلسل بتقول طب يطرى دلوقتي باتمان بيعمليه قاعد في القصر مثلا الصبح طب يطرى بالليل دلوقتي بيعمليه يطرى مثلا ممكن يكون شاف بينجوين وما عملش حق حاجات بقى تساؤلات بس تساؤلات كافان لباتمان يعني ولكن اللي عجبني أكتر إنك إنتوا عارفين إن أنا قلت لكم قبل كده في حلقة بتاعة ده باتمان إن أنا أكتر جاثم تلعت حلوة مدينة جاثم هي اللي تلعت فيلم جوكر وفيلم ده باتمان دول مش كحلاوة كأنهم عاملين المدينة اللي هي تحس إنك إنت أرفوان منها من كتر الفساد ومن كتر الفقر وفي فساد كتير وفي حرمية كتير في جانجز كتير وإحنا دخلنا في المسلسل ده في عالم العصابات بتاع جاثم اللي من ضمنهم طبعا ده بينجوين أو كما يطلقونه هو كان فين باتمان ريترنز اسمه أزولد كابول بات أو كابول بات حاجة كده إنما في المسلسل ده بسمينه أزولد كاب أو أز كاب بتشوف شخصيته أكتر بتعرف على شخصيته أكتر وأحداث المسلسل بتحصل على طول من بعد أحداث فيلم ده باتمان على طول ومن ضمن المفاجآت اللي عجباني جدا في المسلسل إنه ظهور أو وجود الممثل كلانسي براون كلانسي براون ده طبعا اللي هو كان الشرير في شاو شانك ريدامشن وعمل أفلام كتير جدا ومسلسلات كتير جدا ومن ضمنهم طبعا دكستر نيو بلاد اللي كان نازل من سنتين كان هو برضو الفيلم في المسلسل هو بيضيف حاجة كده في أي عمل هو جامل جدا تصراح وعايز أقول حاجة يا جماعة أنا قبل كده ذكرتها فيلم ده باتمان أقوى ميكاوب شفته على ممثل في الدنيا ميكاوب بينجوين على كالين فارل في ناس كتيرة جدا ما تعرفش اسم كالين فارل اللي هو مش نجمي بالنسبة للوطن العربي هو برا طبعا سوبرستار ولكن لما بتشوف صورته من غير ميكاوب ناس كتيرة جدا في إيه ده ده هو ده إزاي أنا عمري ما شفت ميكاوب على حد يا جماعة اتعمل بالجمادان ده ليفل تاني يعني هو شكله مختلف تماما وطبع احنا شوفنا تصيحات كالين فارل إن هو بيقول إن هو كان بالنسبة له ده بيبقى عذاب إن هو هو بيحط ميكاوب ده بالنسبة له مسألة عذاب وإن هو يعني مبسوط جدا إن المسلسل انتهى ومنفسوش يلبس البادلة دي قريب خالص هو كاره الموضوع ده جدا لإن الموضوع متأيني فعلا يا جماعة هو جسم مختلف تماما عن جسم بينجوين وفيس الوقت برضو كتمثيل وأداء عامله بطريقة ده مش كالين فارل أنا عرف كالين فارل كويس مش كاف الحقيقة يعني عرفه كويس كممثل شفته في أعمال كتيرة جدا أغلبية أعماله شفتها ده تمثيل واحد بميكاوب واحد تاني خالص مش كالين فارل خالص هداءه حلو طريقة تمثيله حلو طريقة ماشيه مختلفة وغريبة فانا عجبني كل حاجة معمولة في الكاركتر دي الصراحة فانا طبعا دلوقتي حبتدي أحرق وأتكلم براحتي عموما عن المسلسل الحاجات اللي عجبتني جدا في المسلسل مبدئيا الإخراج عجبني تحس ان هو مش بعيد أو طبعا استعانب مات ريفز عشان ما يخرجوش عن الثيم بتاعه أو الأتموسفير أو الروح أو الشكل بتاع الفيلم وطبعا شفنا من أول مشهد الشوك أو الصدمة بتاعة ابن كارمن فالكون اللي أنا كنت متخالم ده اللي هيبقى معانا في طول المسلسل إن بينجوين قتله وكان فيه بحكة الانتصار اللي هو أنا قتلت ابن زعيم العصاب بعد كده ينهر يسود ومنيل بستين نيلة إيه اللي أنا عملته ده ومن بعدها ابتديت بقى شفته لما شاف أو قابل الولد تحس ان هو كان حنين عليه تحس ان هو عجبوا الوقت ده مش فكرة ان هو بيستغلوا ان هو مع ابطقته ان هو خلاص ان هو تحت إيده دلوقت تحت رحمته ان هما هيخبوا الجثة سواء لا هو تحس ان ابتدى يبطنع بالولد ده وشفنا برضو الشريرة السايكوباتية اللي اسمها سوفيا فالكون ودي غالباً هتبقى مستمرة معانا لغاية آخر المسلسل والصراع اللي ما بينها ما بين بينجوين إن هي كانت شكة فيه من أول لحظة إن هو اللي قتل أخوها ولكن طبعاً الخطة بتاعته اتعملت وتنفزت صحة زي ما احنا شفنا في آخر الحلقة وضحك برضو ضحكة انتصار اللي تحكها دي وانتهت الحلقة كحلقة أولى مبدئية أنا كنت مستمتع بيها جداً 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 أتمنى إن هي تفضل بنفس الطريقة دي وبرضو يا جماعة في نفس الوقت أنا عجبني عالم مات ريفز ده جداً يعني أنا بشوف إن دي من أنضف الحاجات اللي عملتها دي سي في آخر عشر سنين جوكر طبعاً وأتمنى جوكر الجزء التاني أتمنى يعني وإيه باتمان وعالم بقى باتمان بتاع مات ريفز ده المسلسل ده هيبقى لازم تتفرج عليه عشان تشوف الجزء التاني من باتمان وإنت طبعاً لو إنت هتسألني هتفرج على دي باتمان أو لأ قبل ده يعني أتمنى إنك إنت يعني هو مش هيحصل حاجة إنك إنت كل الأحداث أو أغلبية الأحداث بتاع دي باتمان أو نهاية الجزء الأول من دي باتمان هتتقال في أول دقيقتين من المسلسل أو من أول حلقة بتاع دي باتمان ولكن طبعاً عشان عايز تعرف العالم ده أكتر وتعرفه أكتر تفرج على فيلم دي باتمان وطبعاً تفرج على المسلسل ده حتى لو مش عاجبك عشان لما تتفرج على دي باتمان الجزء التاني تبقى عارف الدنيا ماشية إزاي أنا عجبني عالم جاثم ده وعجبني إن إحنا هنتطرق ونشوف حاجات كتير هنشوف حاجات كتير أنا متأكدة خلال الحلقات القادمة وحنشوف إزاي ده بينجوين هيوصل حتى في البوستر إزاي ما أنتو شايفين كده مكتوب زا سيتي والبي هز فاللي هو السيتي هتبقى بتاعته إزاي حيوصل للمرحلة دي بينجوين وإزاي حيعرف في قش ويبقى هو الزعيم بتاعت العصابات دي كلها ده حيباني ومن أكتر الحاجات العجباني برضو في المسلسل ده علاقته بوالدته عجباني علاقته بيها جداً في حاجة إنسانية في بينجوين كده يعني برغم إن هو رجل عصابات وقتال قتلة وزبالة وحرامي وكل حاجة بس في حاجة كويسة كده في حاجة طي اللي هو الطبيعي بتاع أي بني آدم ممكن يبقى شرير آه ولكن في جزء إنساني هو مش شر 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 فقط لغيره وشوفت الناس كتيرة جداً بتشبه علاقتهم ببعض بمسلسل السوبرانوس أنا الصراحة للأسف أنا آسف جداً وعارف إن الناس كتيرة جداً هتاخد شوف مني لغاية دلوقتي إن أنا لغاية دلوقتي ما تشوف دي سوبرانوس ولكن إن شاء الله في خلال سنة بإذن الله إن شاء الله هتفرج عن مسلسل لأن طبعاً دي من ضمن الحاجات اللي ماينفعش الواحد مايتفرجش عليها في حياته ولكن ده تشبيه حلو جداً تشبيه يخليك تخس إن هو آه لا ده أنتو بتتكلموا على لفل عالي من مسلسل في الأول في الآخر هي عراء يعني مهند مثلاً شاف المسلسل معايا بعد أول العشر دقيق مسك في الموبايل وزهق جداً وما عجبوش المسلسل خالصاً في الأول في الآخر أراء أهم حاجة رأيكم تحت في الكومنتات هل عجبتكم الحلقة الأولى ولا لأ؟ هل عجبتكم العالم بتاع مايتريفز دا ولا لأ؟ نتناقش مع بعض أكتر وأكتر في الحلقة لو عايزين تحت في الكومنتات فأنا أهم حاجة بالنسبة لي في الحلقة دي تكتبوا لي كومنتات تحت كتير وفي نهاية حلقة بتاع أفلام أتمنى طبعاً أتمنى سؤال بقى يعني عايزيني بقى نعمل حلقة مسلاً في النص في الحلقة الخامسة أو الرابعة مسلاً ونعمل حلقة في الآخر ولا ايه الكلام سوبوا لي برضو رأيكم تحت في الكومنتات وأتمنى في نهاية حلقة بتاع أفلام تصمتوني لقاءة كتيرة جداً 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 وشار وسبسكب تشانيل لو لأول مرة طبعاً عايزكم تشاركوا على الانستجرام بيج وفيشبوك بيج وكل الدعاء لكل إخواتنا في الوطن العربي وفي لبنان طبعاً كل إخواتنا ربنا معاكم يا رب ويا ربنا يوقف عنكم كل اللي بيحصل ده وطبعاً إيه وتنسوا كل التبرعات لأهلنا وإخواتنا في غازة تحت الديسكريبشن وهي أحلى مساء عليكم